ليس الألم هو ما يبكي هذا الطفل إنما خوفه وهلعه من الحقن التي يخضع لها في علاجه مما يسمى بالجرثومة الحلبية أو حبة حلب فماذا تعني حبة حلب؟ هي الإكلتيكلك كلمة تستخدم باللغة العربية الدارجة لتمني الأذى لأحد أما طبيا فهي مرض يسجل طارئا في السجلات الطبية في لبنان هي بكتيريا وصلت حديثا مع اللاجئين السوريين إلى لبنان وتنتشر عن طريق العدوى بلجمانيا هي حبة حلب اسمها المعرفة المعرفة عنها صراحة نحن بالبداية جتنا كم حالة وما قدرنا تعطينا معها لأنه بقى جديد علينا في لبنان حسب الأطباء اللبنانين اللي هون هاي دي أول مرة بتسهل عليهم واستعاننا بعض الأطباء كمان سوريين سأماننا على هالحال قدرنا توصلنا الحمد لله حلول بين أطباء لبنانيين وأطباء سوريين قدرنا جبنا دواء معين وقالنا علجنا أكثر من 7-8 حالات بالمركز هون وهذا الموضوع صراحة بتزايد عنا كتير في حالة اللي فتتلي نظري أنه طفل عمر حدود الأربع سنين جي عنده بأنفه وكبرانة ومتعالج بكذا محل ومع الأسف ما عم بيدري على الجوة بصرت تأكل بين الأنف والعين مئات الألاف من اللاجئين السوريين يعيشون في هذه الخيام بجوار مياه آسنة وتلوث بيئي تعود أسبابه إلى الظروف غير الطبيعية التي تحكم حياتهم في لجوئهم من الموت هي ظروف ممتازة لتوالد الأمراض وتكاثرها الحالات صراحة متعددة بشتى الأمور الطبية من الالتهابات الصدرية للالتهابات الكبد لأمراض كمان الروماتيزم والأعصاب وفي عنا مشاكل بضيء التنفس الربو الحسيسية وإلى ما إلى ذلك كل هالأمور الطبية عم تعاطى معي يوميا تقريبا الأشياء الجديدة أنا أعمل لك عمى يلي ما كنا نشوفها مثل هالأمور هايدي الأمراض المعدية أكتر شي الحصبة يعني الأبو كعب في كتير كل الأمراض المعدية هايدي كترة أكتر شي عنا الأمراض الجلدية يلي عم نواجهها مثل الجرب والأمل يلي هني أمراض جلدية معضية وشائعة كمان في الليشمان ياسز حبة حلب يلي كتير نحكى عنا بهيدي الفترة بس الناس يمكن شوية عم تستوعب الأمور بشكل مضخم وزارة الصحة أمن الأدوية لكل الأمراض الموجودة عند النازحين وهي مدركة لخطورة الأمر إذا ما تعالج وأدوية الليشمانية كمان موجودة وحددت وزارة الصحة نقاط بالمستشفية الحكومية لعلاجها الأمراض مع أسماء الأطباء الموجودين ليس اللاجئون السوريون ضحايا ارتكابات نظامهم الأمني فقط بعدما تبين أنهم ضحايا إهمال أجادت دولة اللبنانية ممارسته على مر العقود مع مواطنيها قبل اللاجئين إليها